نبدأ يبدأً يقل بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين يقول شعر أضيمان يبدأ يقول بسم الله أنا فكرته يقول بيقرأ سورة الفاتحة سورة الفلق سورة الناس يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين قال كلام ما أفهمه أنا والله ما أفهمه ما يعترف الجماعة السياسة حقهم كده الزبيدة يسافر بس ما نعرف ليش سافر صح انتم كده تقولون ما انتم عارفين ليش سافر هو سافر وجواز شاله حاطه في جيبه الجواز تعرفون ايه من جواز ده هذا الجواز اماراتي مؤقت ممكن يشله اي واحد يتم ترحيله من البلد يسافر به سفرة واحدة وهو راجع يسحبونه منه في المطار يقول يلا ادخل ويلا بعدين قعد لك كده من قيم حادي عارفين وضعهم احمد سعيد بن بريك زعلان ليش ما اعطوه نفس الجواز قلت له طيب واذا جيت وعطوه كل جواز ايه بتلقي ما بيرجع قال بقعد عندكم شوف لي مكان شوف لي عجوزة شوف لي اي شي طيب انت الزبادي انت الزبادي جيت وجبعتك سوولك حفلة قبل سنتين اليوم عادوها ما معاهم شي جديد الفلوس خلصت خلاص دمروها محمد الغيثي شبع لقل لك ما عادش فلوس لعلاقات الخارجية جي الحاله الزبادي الحاله كده مسواك الحاله ما في حتى جميع معاه ما هي موسكو دي دي بريطانيا العظمى ما هو من جد خلها بريطانيا دي ما هو من جد خلها فاكرينه موسكو بيروهم بيرفعون علم فوق عمارة فوق فندق طلعوا رفعوا علم وخدوا لهم كم مليون من الشعب اليمني وفي الأخير رجعوا خلونا نرجع لموضوعنا وهو كالتالي راح موسكو وصرح من موسكو ويجيب موسكو لعدن ويفتح سفارة إسرائيلية وفي الأخير جاء عدن جاء عبوظبي وسووا له اللقاء اللقاء كأنه تم دمش الصورة صورتين يعني الصحفية في جهة وهو في جهة ثانية الصحفية اللي سوت اللقاء معها حق السي ان ان في جهة وهو في جهة ثانية يسمونها الشاشة الخضراء جدار أخضر يعني دمج الصورتين وحاطين الكلام ده في حديقة لفندق في كورنيش أبوظبي حديقة لفندق ويتكلمون كأنه ما تشوف ركبهم كيف معلقة ركبهم معلقة في الصورة يبين انه دمج الصورة كأنها في خلفية أخرى المهم هذا مش موضوعنا الآن جيتوا لبريطانيا السفير البريطاني قبل أمس من خلال العربية وأنا تغدى أكل ألقم إلا دنج راند فدني السفير البريطاني يتكلم عربي أبو أولادي خالد يقول لي يا با شوف شوف ذا هذا شوف هذا يقول لي هذا من يوكي بس يعرف يتكلم عربي إنه سفير حق اليمن هذا سفير حقنا حق البلاد هناك يعرف عربي يعرف يتكلم عربي قالوا بالحل في السعودية الرجال على طول حجزوا له وجابوه هنا يبقوا يقولوا له غير كلامك شوف أي شي عشان يوهموا شعبهم كالعادة إنه فيه شي نحن سوينا تحركنا الجماعة منتهيين صفر منتهيين إنهم خرجنا وجينا بريطانيا و بنقعد فين في قصر قصر بيكنهام بنقعد هنا و بنسوي بنقعد لماذا تقعد يا زبيدي و سووا لك طرب و شرح ما عشوا الناس رجع رجعنا ندور في كافتيريا بغينا ناكل من الصبح قمشنا من هنا قلنا بنروح بنشوف إيش لدي الخبر ده جهزنا الكاميرا ثبتنا الفيديو اللي ينقلونه حقي حقي الفيديو اللي يتناقلونه فيديو حقي حقي يتناقلونه مسكتلي مكان حساس وتعرفون أنا صياد أصطاد المكان المناسب و قفته مكان حساس فوق الكل و ما عجبنا الوضع و رفعته و رحت معي مجسب طويل و صور هذا الفيديو الآن خدوه يلف 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 و حقي فيديو حقي خدوه يلف 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 و فرحانين فرحانين ليش لأنه المرة دي ما حتصوره ولا حتداريبه سكاتي رحنا ينادي و صورنا وتعبنا و قلنا نعم طيب تجهز للاكل الفلوس لا تكفي الفلوس لا تكفي طيب شوفوا لي أنا الممطقة لا أعرف أين الكفتيريات حقكم بغينا نأكل شوفوا لنا مكان و سكتاة بسكوت و أرجع فياتي و قلت قال الله ما هذا ما هو العالم لا يوجد تنسيك لا يوجد شيء لكن القاعة استجرواها وعادوا بكم؟ 15 ألف جنيه لا أعرف كم 15 ألف كانت تشيل كمين جريح وتعالجه وكانت تجيب لمحطة ماتور أو 2 أو 3 مواطير في عدم ودورت لي بسكوت ودورت لي شوكولاتة أنا لا أحب الشوكولاتة الشوكولاتة السنيكر لا تعجبني لو أكلتها على جوع تفك بطني الشوكولاتة لو أكلتها على جوع تفك بطني أنا على طول دور لي حمام دور لي مكان الممدحين قلت له من سكة الكبار حقهم يا أخي خافوا الله هؤلاء كلهم من وين جايين قالوا هذه الثلاث باصات من الأربع باصات جاية من وين جاية من بيرمينغام وطيب وهذه الثلاث الباصات الثانية اللي في الساحة من وين جاي قالوا جاية هذه من من ليفرفول يعني مسافة أربع ساعات واللي مسافة ثلاث ساعات واللي مسافة ساعتين وجاية من بدري طيب الجماعة ذيلي ويرجعون كده بدون عشاء بدون غداء بجوعهم قالوا خلوهم يدبر حالهم ورجع الجماعة كل واحد دور له ذا دور له حلوة دور له يشياء يلا كلها حلاوة هنا وحلاوة هنا يلا مشوها خلاص جاية زبالي راح خلاص ونتال الموضوع الآن سكت ما معهم إلا الفيديوهات القديمة يعيدوها أنا شفتها أضحكت عشان كده جيت سويت هذا البت بغيت بكمل ضحكتي معاكم يلا خلونا نكمل ضحكتي معاكم والله شي منتهيين الجماعة منتهيين هم يلتهون الآن يقولوا إيش إظهرونا رحنا لندن رحنا موسكو دخلونا في غناة CNN دمجة صورة وليدي خالد سويها هنا في اللابتوب يدمج صورته مع اسمه هذا الفورتنايت يلعب معاكم بالسيوف طانق 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 يلج يلج جميعا قالوا جابونا لقاء في صحيفة CNN في قناة CNN كبرى قنوات حتى يمكن الحرمة يمكن دخلت معاهم بفيديو صوروه بعدين الفيديو ودمجوه وإخراج صوت جم وماعرف هل هي صحيح هذه CNN ولا أنا ما شفتها بالصراحة شفتها في صفحاتهم هنا في حساباتهم شفت أنه كان فيه لقاء الإخراج ما عجبني عاد أنا يمكن لو صوت الإخراج يمكن يكون أحسن شوي على كل حال على كل حال الزبادي يقولون هنا بغينا نشوف حفلة ثانية والناس ترجع بجوعها يلا خلونا نشوف عشوا الجماعة اللي بيجوكم مساكين الله حد جاء ضرب مشوار أربع ساعات جاي من غلاسكو واللي جاي من مش عارفين وراحوا هناك وقعدوا وصوروا وفرحوا وثلاث ساعات وحضور وانتهى الموضوع خرجوا كل واحد دور وين رحت باكل في مطعم حصلتوا طابور علي بيأكلون الجماعة كيف باكل هنا الان رحت با ما في يلا على الدكان من المحطة حيالبترول خلت لي اثنين بسكوت هذي 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 حق الشاي هذي ضمصه في الشاي كنت ليا بسكوت علبة كاملة كنت في الطريق وانا راجع وانا اقول حزبي الله عليكم حزبي الله ونعمل حزبي الله ونعمل وكيل جبتونا هنا وبعد التعبد كله حتى كان سويت ولفيت وسندويشات فلاف طعمية داخلها لفونا طعمية حزبي الله حزبي الله حزبي الله انتو انتو الجماعة يلا تصفونا على خير ونشوفكم ان شاء الله في بذر آخر بس أنا الآن شوفت مجموعة هنا حاطين الفيديو وقاعدين يعيدونه ضحكت شي صنعنا هذي نحنا سوينا نحنا سوينا بس أنا اللي زعلت منه وقتها الجموع اللي جات كلها عددها سبعمية لو سوى عرس حسين باظايو أو حسين مدري من احد في المكلة كان عزم الناس وعشاهم دباح لو كان من راس كان قد دباح وعشاهم ذي اللي عشوا الجماعة والله لو واحد سوى عرس في المكلة وحضر الجموع ذي كان قد عشاهم ادروا زبيدي حضر لنا ولا عش الجماعة حتى حضروا وفرحوا وغنوا وغرجوا كل واحد سناكر يلا السلام عليكم والله بحكة بحكة يلا سبعمية خير فيما لا نشوفكم بكرة في رواقه ثانية هذه رواقه خلوها ليلة ليلة